استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان في أول زيارة له لمصر والوفد المرافقة له بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي مجتمع الأعمال الأرمني عقب الاستقبال استحب مدبولي رئيس الوزراء الأرمني في جولة ببعض أرجاء مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية وتوقف عند نقطة تستشرف معالم الحي الحكومي وحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم عقد رئيس الوزراء لقاء مع نظيره الأرمني والوفد المرافق له وأكد مدبولي أهمية العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتي ترجع إلى استضافة مصر تاريخيا لعشرات الألاف من الأرمن مؤكدا اهتمام مصر بزيادة حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أرمينيا من جانبه أعرب رئيس وزراء أرمينيا عن تطلعه لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي تستضيفها القاهرة قريبا مشيدا بالإنجاز الكبير الذي تحقق في العاصمة الإدارية الجديدة ترجمة نانسي قنقر